تعالوا بقى نروح للخبر اللي أعتقد العالم كله تابعه كل زملائنا الإعلاميين طبعا أول ما الخبر انتشر تكلموا فيه ونقشوا على سوشال ميديا أخذ يعني رواج كبير جدا لأن محمد صلاح زي ما حضراتكم عارفين رشح للحصول على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في بريطانيا لعام 2022 وعايز أقول لكم منظمة يعني إثناسيتي أوردز دي منظمة كبيرة جدا إثناسيتي أوردز في إنجلترا وأسماء كتيرة جدا برضو مرشحة معي وأسماء تقيلة في إنجلترا فأعتقد دي حاجة مهمة جدا عشر رياضيين كمان سيتم التنافس معهم القصة هنا برضو خلي بالحضراتكم هتبقى بناء على تصويت الجماهير فمحمد صلاح واحد منهم أعتقد أن دي حاجة كبيرة جدا إضافة كبيرة جدا نتمنى بإذن الله أن الفوز يكون أو يعني الأوردز دي تكون من صالح أو من نصيب محمد صلاح لأن أعتقد دي حاجة هتكون يعني مشارفة لنا كلنا مش هتبقى عد فاليو زي ما بيتقال محمد صلاح فقط هتبقى عد فاليو لكل المصريين بالتوفيق إن شاء الله لصلاح